سلامو عليكم وعملين ايه النهاردة بإذن الله روتين تشجيعي بقى هنعمل كده بصوا شوية صابون وشوية خلطة كده هتعجفهم جدا هتنضف الحل الألمونيوم والحل اللي استلس ودعم بقى للصفار والسواد والحروق وكل دوت هيطلع كده معنا وتنضيف الحد عايزة اقولك بصوا الحد اللي استلس هيبقى عندك كده بيبرق على طول هنعمل احلى كده كمية من الصابون زي ما انتم شايفين معايا هتقعد معاك كده بالشهور هتعمل معاك 15 كتر هنضف بيها ونلمع بيها كل حاجة عندك في المطبخ وطبعا كمان بقع الغسيل بقى يعني انسي بقع الغسيل وبقع كمان هدوم الاطفال خصوصا يعني النهاردة بقى بإذن الله هعمل معاكوا كده حتة فيديو وتشجيعي جدا هتعملي كل حاجة كده وانت ببيتك من غير ما تشتري اي حاجة من بره يلا بقى بينا ندخل كده على فكرة الفيديو النهاردة معايا كده زيت مستعمل زيمانتو شايفين او زيت كده بتاع قالي طبعا كلما بقى لي ما برمشي الزيت بحوشه كده زيمانتو شايفين في الازيز عايز اقول لكم بقى لي كم شهر بحوش في شوية الزيت دية بما ان الثانية الزيت بيتير ومش ما يعني ما بيعوضش كده في البيت اي زيت عندي بيبقى في التصاعد بصفيه كده زيمانتو شايفين و�동خوصا وبرجع صفي تاني يعني المفروض ما بقاش فيه رواصب ولا اي حاجة خالص في الزيت وزي ما انتو شايفين لونس ودي ازاي متيقلقاش خالص طبعا ما نعمل بقى الخلطة بتاعتنا النهاردة بتاعت الصابون الصابون البلا دي بقى مزيل البقع ومزيل كمان الدهون ومزيل بقى السواد والحروق بتاعت الحلال كل ده هيطلع معاك بسواني معايا ربع كيلو من البطاس بتجيبيه كده من عنده اي حد بيبيع منظفات وصابون سايل والحاجات دي وده شكل كده البطاس او الصدر الكوية بتاعتنا الربع كيلو ب18 جنيه عشان يبقى عندك فكرة زي ما انتو شايفين بقى كده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نصلي على النبي بقى كده ونبتدي بقى الفيديو ونتشجع كده مع بعض معايا بقى كباية كده من المياه زي ما انتو شايفين هنزل بيها كده على البطاس وخدوا بالكو هنا اي حد عنده حساسية للبس كمامة وبلاش اطفال تبقى موجودة عشان بيطلع بخار ريحته صعبة جدا وبتكتم السدر ودي اصعب حاجة في الصابون يعني اللي احنا بنعملها دلوقتي دي زي ما انتو شايفين كده بعدين ما البطاس دي بخالص دي بيبقى لونه كده شبه المياه شفاف خالص بيخطفي خالص البطاس في المياه هعمل ايه بقى هجيب مضرب كده زي ما انتو شايفين المضرب ده مخصصة للصابون والمنظفات والحاجات دي وبنزل بقى بالزيت اللي احنا صفناه كده زي السرسوب زي ما انتو شايفين شوية بشوية كده وقلب ايدي بقى في الزيت والبطاس زي ما انتو شايفين كده يقلب كده ما تشيريش ايدك خالص من التقليب وتبضل ينزلها كده بالزيت لحد ما كمية الزيت كلها تخلص معاك زي ما انتو شايفين ما فيش اسهل من كده ولا هتشتري بقى منظفات ولا حاجة للبقع انسي بقى البقع بتاعت الهدوم بتاعت هدوم الاطفال بعد كده النهارده الفيديو معنا عملي بازن الله يعجبك وبجد بجد هتشوف الفرق عندك اي بقع كده في اطفال البابيهات بقى مكان البناطيل والحاجات دي عايز اقول لك كل ده هيطلع زي ما انتو شايفين بقى كده ايدك في التقليب خمس دايق كده مستمرة كده ما تشيريش ايدك خالص من التقليب زي ما انتو شايفين كده معي عايز اكوا بقى تحطروا اللايكات بتاعتكو كومنتات المشجعة المحفزة احلى اخوات في الدنيا كلها كل الناس اللي تدخل تشترك عندي في القناة على راسي من فوق ربنا يخليكم لي ما حرمنيش منكم امدا وشكرا على الدعم وشكرا على كلامكم الحل وشكرا على استمراركم معي كده في القناة وبإذن الله كده نوصل للمت الف عن قريب اللهم امين هنا بقى ايه زي ما انتو شايفين كده معي الصابون ابتدى يربط اهو واحنا عايزين نوصل للنقطة دي كده ايه الصابون نجيح معينا اللهم مالك الحمد بصوا تقل ازاي نوريكم الاول كنفاصل الزيت عن البطوص دلوقتي بصوا بقى كتلة واحدة كده بقى حاجة واحدة عندي بقى العلبة بتاعت العصير دي انا طبعا ايه يعني بقى لي فترة عايز اعمل الصابون فانا شايلها جبتها كده وغسلتها وصبتها تتصفى وشلتها طبعا ايه عايز اقول لكم جميلة جدا لما تعملوا فيها الصابون دوت لانها في الاخر كده هنفكها ونرميها هتشوفوا بقى معي دلوقتي مفيش اسهل من كده عايز اقول لك ان انت بس كده بيعطي جيب البطوص لو عندك زيت مستعمل وتعملي لو ما عنديكش حوشي كده زي ما انا حوشت الزيت وعملي بجد مش هتندمع الليل لما تشوفي الفرق كده واما تشوفي نضافة الموعين والغسيل عندك حتى انا بحط في الغستال الفوق اوتوماتيك من فوق لو في بقع في الغسيل ولا كده وبعمل نقع وبصراحة بتنظف الغسيل زي ما انتوا بقى شايفين كده عملت كده ايه مالية العلبة وهسيبها بقى كده لتاني يوم وهنا كمان بقى معي شوية من الصابون حطيت كيس كده ونزلت بيه برضو في علبة كده زي ما انتوا شايفين معي اللهم بيرك بصوا بقى انا عملتوا يعني اخر النهار تاني يوم الصبح فتحتوا هورهولكو دلوقتي بصوا كده احنا كده كنا اخر النهار عملتوا كده زي ما انتوا شايفين معي يعني خد معي حوالي 12 ساع او اكتر على ما نشوف عشان طبعا ايه الجو حر جدا زي ما انتوا بقى شايفين كده معي اللهم بيرك عايز اقول لكم بجد داني كمية صابون كتيرة جدا هتشوفوا معي بقى وتعالوا بقى ننظفه ونشوف بقى الرغاوي كده بتاعته ونشوف الموعين بتاعتنا تبقى بتلمع ازاي ونضيفها ازاي تاني يوم بقى الصبح كده اما قمت خلاص وفترنع زي ما انتوا شايفين كده هي كان الورقة بتاع العلبة العصير دوت يعني خلاص باش بقى زي ما انتوا شايفين كده بتشيل كده معي بمنتهى السهولة شيل بقى الورقة ورميها وزي ما انتوا شايفين بقى القلب بتاعنا بتاع الصابون الجامد ده اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد ما فيش بقى احسن من كده جيب بقى السكينة وقطع بقى ايه الصابون كده بالروحة زي ما انتوا شايفين بايدي هنا بقى بصوا هحاولي ان انا قطعه بالراحة كده بصوا بقى اللهم مبارك كطع كبيرة كده عايزة اقولك كطع دي كمان هتقعد معاك يعني فترة وكل ما بتسيبيه كل ما بينشف وبيقعد معاك اكتر زي ما انتو شايفين كده اللهم مبارك عملت بقى ايه حوالي خمستاشر ستاشر كطع من الصابون ده غير الصابون المفار في الدوت انا هشيله وحطه في الغسالة بصوا وده اللي كان في العلبة عملته كده بالشوكة ديت له شكل كده زي ما انتو شايفين معايا اللهم مبارك بجد كله نشف وكله بصوا بقى جميل هتشوفوا معايا دلوقتي بقى واحنا يعني بنستعمله كده هتنبهروا معايا اللهم مبارك حاجة كده من البيت بتعمليها كده نظافة وتوفير وكمان ما بتشتريش حاجة من بره عايز اقولكم انا اشتريته من بره الكطعة بتاعت الصابون بعشرة جنيه ومش بينظف فطبعا ما تعملي الحاجة في البيت بجد بيوفر معاك كتير جدا جدا اللهم مبارك بقى 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 بصوا جبتي علبة كده ومليتها صابون زي ما انتو شايفين كده الكطع من الصابون ومليتها كده على الاخر بصوا يعني اكتر من 15 كطعة كمان زي ما انتو شايفين كده معايا هياخد بقى الكطع الفرفيت دي هفضيها في الغسالة اللي على المفرش السلكون ده وزي ما انتو شايفين بقى كده معايا ده الصابون بتاعنا الصلب اللي كمان كل ما تسبيه كل ما ينظف اكتر وكل يبصوا ما يجمد وينشف أكتر معاك وكل ما بيديكي مفغول أحسن زي ما تشايفين كده طبعا بقى عمتا إحنا نكون متفقين إن البطاس يعني يبصوا بيبوز الإيد فطبعا إيه يعني عايز أقول لكم بصوا المسكة دي كده بتلسع إيدي أنا يعني عن نفسي عندي إجزيمة ومش بالسعر خالص إن أنا حطي إيدي في حاجة فلا بطاس أو قرور فأنا بصراحة عملت إيه أنا كنت عامل حسابي اللي أنا هعمله فجبت في صراحة جوينتي عشان أنا عارفة نفسي يعني فأنت طبعا لو إيديك مش بتستحمل جيبي جوينتي أحسن كده أي جوينتي يعني مش شرط جوينتي جديد عندك أي حاجة كده جوينتي قديم أي حاجة لبسيها كده في إيديك بس تحفظها على إيديك من البطاس والسلكة بقى اللي هي بتاعتنا السلكة البلدي ديت والصابونا بقى البلدي اللي إحنا عملناها ديت وهنخسل بقى الألمونيوم بتاعتنا زي ما أنتوا شايفين السواد وصفار أنا حطيته عليه نقطة مية على السلكة وبوشت كده الصابونة وزي ما أنتوا شايفين لسه عاملينه حالا كمان كل ميوع كل ما يديكي نتيجة أفضل وأحسن وأخسلها بقى بصوا هنا بقول لكم بصوا داية تانية بشت إزاي عشان مش لابسة فيها الجوينتي بس قلت إيه عشان عارفة تحكم كده وامسك في الحلل عشان ما تتزفلتش مني عايز أقول لكم نعمل رغو حلوة قوي قوي بجد من غير نقطة صابونة عليه يعني محطناش غير البطاس والزيت وكمان هتنبهروا بقى لما تخسلوا بيه كمان الغسيل وعندك أي بقعة في الغسيل رغي عليها كده الصابونة واسيبيها كده يعني ديتين واشتوفيها تلاقي ما فيهاش أي بقعة عنهائي بصوا بقى الصابون دا كمان ممكن تبشروه لو نشف وتحطوه في الغسالة أو تاخدوا كتعة كده تحطوه في الغسالة ببوش هتنظف لكم الغسيلة تبقى زي الفل بصوا اللمعة بتاعت الألمونيو كده يعني بنفس السلكة والصابونة كده زي ما انتوا شايفين بصوا صوابع التانية مش مستحملة فعشان هتكده هنا بقول لكم والبسوا جاوانتي أحسن لكم هنا بقى بسم الله ما شاء الله برضو جبت المصفى برضو جيتها غسلة كده عايز سريع عايز أقول لكم كده يعني دلع بصوا ماشي يا كده ايه بتدلع كده وأنا بخسل بجد ما فيش مجهود خالص كده بصوا في دقيقة كده أقل من دقيقة بصوا اللمعة تطويسة كلها راحت بقى التلمع وبقى زي الفل بسم الله ما شاء الله كمان بقى الحلال الاستلس زي ما انتوا شايفين كده برضو كده متواصة من جوا من برة وفيها صفار كده من تحت برضو بصوا هنا كده كل ده صفار غسل ده كده سريع عايز أقول لكم بقى التلمع وتبرق وبقى زي الفل بسم الله ما شاء الله اللهم يبيرك بصوا والله العازم في ثانية ثانية كده بقى التلمع وزي الفل فطبعا الصابون ده بيبقى حلو قوي قوي لما يكون موجود عندك في المطبخ حتى بينكز لو ما عندكش حتى صابون موعين هتخسلي بي برضو الموعين ويعني هينكزك برضو في وقت الأزمات بصوا بقى الحل ديت يعني دي أصعب حاجة بقى جدتها لك هاي اللي فيها صفار كده من تحت دي دير ميدور كده وصغيرة بقى أنا عايز أقول لكم عقدتي في الحلل الألمونيوم الصغيرة دي وحلها صغيرة كده معرفش أن أضافها لقى سويني بصراحة الصفار كله تشيل برضو وبقت زي الفل بسم الله ما شاء الله ومن عند الإيد بقى بتاعت الحلل والصفار اللي هو تحت دوت ومن جوة كمان هاخسلها وهتبقى زي الفل بسم الله ما شاء الله وهنا بقى يكون ايه جمتلكوا كده شوية حلل مختلفة وحاجات مختلفة كده نضفناها مع بعض وبإذن الله كده تقومي كده تتشجع وتعمل الصابون حتى لو عندي كمية زيت قليلة هتيبقى عشر جنيف طوز بس وعمليها عايزة أقولك بجد هتنقذك وهتلمع لك الألموية وتلمع لك اللي ستلس والدنيا معك هتبقى زي الفل عايزة أقولك الحد اللي ستلس بتاك بعد ما بتخسلك كده هيبقى فلة يعني بصوا مش هتحتاج اللي انت تخسليه البطاست ده والرغاوة اللي بتنزل دي بصوا أي حاجة أي صفار في الحد اللي ستلس هينضفوا بقى زي الفل زي ما انتوا شايفين بقى كده معي اللهم بارك الحلق بقت فلة بصوا بتلمع من جوا من بره اللهم بارك بقت زي الفل هلبم بقى كده الرغوة بتاعتنا اللي على الحد دي بصوا اللي نازل من الحلال الألمونيوم للسوادي اللي نازل همسك بقى كده خلاص كده السلكة لسه فيها رغوة كده على السريع وهلمع الحد وخلاص كده وبصوا المطبخ بقى فل لو كل حاجة فيه بقت نظيفة ما تنسيش بقى في اللايقات كده بتاعتكم اللي حلوة وعملوا كده شيروا ولايقات كتير وكومنتات حلوة منكم واسبكوا بقى في أمان الله مع ألف سلام